نظرة مشاهدين على تدولات الأسواق المصرية اليوم والتي تسجل تراجعات EGX30 على تراجع بنصف النقطة المئوية EGX70 أيضا على تراجع بثلث النقطة المئوية عنا مجموعة من نتائج الشركات اليوم طلعت مصطفى أعطتنا أو قبل ذلك هذه المصرية الاتصالات سهمة متراجعة 3% عملت أرباح 3.5 مليار جنيه بالعام الماضي بارتفاع 14% عن العام السابق ولكن ذلك بعد تحييد أثار مخصصات تسوية النزاع مع اتصالات مصر التي تم تكوينها في العام 2017 نظرة على الأسهم العقارية طلعت مصطفى اليوم سجلت نموت 28% بالأرباح للعام الماضي إلى 1.770.000.000 جنيه مصري السهم أيضا على تراجع ب2% صادق ومدينة نصر للإسكان على ارتفاع للمزيد حول السوق المصرية نذهب إلى ضيفنا ينضم إلينا من القاهرة السيد إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة شركة أصول لتدول الأوراق المالية سباح الخير سيد إيهاب أهلا وسهلا بك لماذا اليوم نرى تفاعل سلبي مع نتائج الشركات يعني إن كان طلعت مصطفى أو المصرية الاتصالات عم تشوف تراجعات على السهمين بسم الله الرحمن الرحيم يعني يمكن إحنا بقلنا فترة بنتحرك بشكل إيجابي أو في أداء صاعد يمكن من بداية العام الحالي وإحنا تقريبا المؤشر واخد منحنة صعودي وصلنا إلى قرابة 15.200 نقطة وكان فيه أخبار إيجابية مؤخرة تتعلق بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس دفعت المؤشر للاستمرار في الصعود وتجاوز مستويات مقاومة عند الـ 14.800 والـ 15.000 لكن طبعا من المتصور أن في المنطقة دي اللي هي ما بين 15 إلى 16.000 نقطة كونها منطقة مقاومة قوية جدا المؤشر لما كسرها تصارع في هبوطه إلى 12.000 نقطة طبيعي جدا أننا سنواجه بعض عمليات جني الأرباح أو بعض عمليات بيعية نتيجة للناس اللي كانت موجودة في أسعار أعلى من الأسعار الحالية وأول ما الأسعار قربت منهم بدأوا على طول يبتدوا يتخرجوا تدريجيا أو يبتدوا يبيع في أسهمه يعني خوفا من معاودة التراجع مرة تانية ودو أمر طبيعي الحقيقة واتكلمنا عليه على مدار الأسابيع الماضية وقلنا أن المنطقة دي منطقة صعبة تحتاج إلى مزيد من المحفزات ومزيد من الأخبار الإيجابية وقلنا حتى أن الخفض سعر الفايدة أمر إيجابي مما لا شك فيه لكنه يبقى قرار واحد لا يعني أن هناك توجه أو هناك سياسة نقدية توسعية ممكن يتم انتهاجها خلال الفترة الجاية في ظل استمرار خفض دعم الطاقة والتوقع بتطبيق آلية البنزين الخامسة وتسعين خلال شهر أربعة القادم فكل ده يعني الحقيقة مش مخلي الرؤية واضحة أوي في إمكانية استمرار انتهاج المركزي لسياسة توسعية وبالتالي على طول بالله السوق ما يقدرش يكمل التفاعل الإيجابي سيد إيهاب لنترك سوق الأسهم جانبا بعض الوقت لننتقل للحديث عن أسواق السندات وهذا الإصدار الملفت يوم أمس لأنه إصدار بأربعة مليار دولار كان ملفت حجم التغطية للإصدار خمس مرات تم تغطيته ما هي أصداء قطاعات الأعمال على هذا الإصدار من عدة نواحي من ناحية حجم الإصدار والإقبال عليه وتسعيره من ناحية الحاجات التمويلية للحكومة وبالتالي ما المتوقع في الفترة القادمة من عدة نواحي يعني طبعا زي ما هيك عارفة أن هناك فجوة تمويلية تكلم عليها السندوق والحكومة المصرية في بداية توقيع الاتفاقية بحوالي 30 مليار دولار على مدار الثلاث سنين والحكومة مستمرة في نهج هذه السياسة أنها بتطرح سندات كل فترة طرحت مؤخرا باليورو وهناك توجه لطرح بعملات أخرى غير الدولار في شرق أسيا غير الدولار وغير اليورو لتغطية هذه الفجوة التمويلية فطبيعي جدا أن التروحات تظل مستمرة عندنا التغطية الكبيرة التي حصلت أنا أتصورها ناتجة من التقارير الإيجابية التي تصدر عن الاقتصاد المصري في الوقت الحالي وإن حالة التفاقل نسبيا وعودة الاستثمارات للأسواق النشأة مرة تانية مع بداية العام الحالي وعندنا تقريبا حوالي مليار دولار دخل في يناير الماضي استثمار في أدوات دين حكومية بالجنيئ المصري وأتوقع برضو أن خلال الفترة اللي جاي سيكون التحدي الأكبر بعد خفض الفايدة في الاستثمار في أدوات الدين الحكومية بالجنيئ مش بس بالدولار التغطية دي زي ما قلت وحياتك بتنم عن ثقة أو عرض ترجمة نانسي قنقر